يبدو الوضع لديك الصور تشير إلى أن سماء غزة مضاءة بأنوار ربما قذائف مضيئة أو قصف ما الذي يجري؟ يعني في غزة بالتأكيد راميا يجري كل شيء أمام هذه الاستباحة الإسرائيلية لقطع غزة وبالتأكيد نحن نتحدث عن جملة طويلة حقيقة من الغارات الإسرائيلية التي شنت على قطع غزة تحديدا تكثفت في الساعتين الأخيرتين الآن دعينا نتحدث عن أبرز المجازر التي وقعت في الدقائق الأخيرة قبل أن ننتقل الحديث عن هذه القنابل التي تشاهدونها الآن في غزة هناك سلسلة من المجازر كانت مجازر قاسية وصعبة وقد حاولت إسرائيل من خلال قصفها لهذه المنازل وصفها طلام الدامس الذي يخيم على قطع غزة أن تغطي على جريمتها لكن ما استطعنا أن نجلبه من معلومات أن هناك مجزر مروع ارتكبت بحق عائلة كيشكو في حي الزيتون شرق مدينة غزة حيث شن الطائرات لاحتلال حزاما ناريا وسط الحي السكني الذي يسكنونه وبالتالي ارتقى منهم ما لا يقل عن سبعين شهيدا حتى اللحظة بحسب المصادر الطبية هي عائلة ممتدة وكانت تتجمع في هذا المكان وتاب يبدو أن إسرائيل تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين لا سيما المتجمعين منهم والفارين من شدة القصف الإسرائيلي لمنازلهم وبالتالي هذه مجزرة جديدة تضعف إلى سجل المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية في غزة والتي تجاوزت 900 مجزرة حتى الآن منذ بدأ هذا العدوان أيضا قبل قليل إلى مشفى شهداء الأقصى وسط قطع غزة وصل سبع من الشهداء في قصف إسرائيل لأحد المنازل في مخيم النصيرات وسط قطع غزة وهناك حديث عن عدد كبير من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض كذلك نحن نتحدث عن قصف بناية سكنية لعائلة أبو العيش قبل لحظات من الآن في مخيم جباليا شمال قطع غزة وهناك عدد من الشهداء والجرح يعني مع كل غارة نتحدث عن شهداء وجرحة وكأن التلسطينيين هنا أصبحوا للأسف أرقاما أمامها تتغول والصفك يعني الغير المسبوك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لدماء الأبرياء في عزة مخيم جباليا المعلوم بأنه يعني خلال الساعات الماضية كان على موعد مع مجزرة مروع راحة ضحيتها يعني مئات الشهداء والجرحة كذلك مخيم النصيرات الذي قصفت فيه البناية السكنية قبل قليل كان على موعد هو الآخر مع قصف بناية سكنية من ستة طوابق وهناك عشرات الشهداء والجرحة أيضا في مدينة غزة تحديدا مخيم نشير أكرم مجددا لو سمحت لي للصور التي نشاهدها مباشرة من قطاع غزة المحاصر أصوات القصف والغارات مستمرة والمشهد الذي نتابعه مباشرة من القطاع تفضل أكرم تكمل عفوا يعني بالتأكيد نحن نتحدث كما أشرت عن مجازر وأنا أردت أن أبدأ بالحقيقة عن هذه المجازل لأن حقيقة لم يعد الإنسان يحتمل هنا في فزة طبيعة هذا الجرم وهذا العدوان وهذا الوحشية وهذا التغول بدماء الأبرياء يعني مجازر بالعشرات خاصة في هذا اليوم وبالتالي قاتلة الشهداء تتواصل في الارتفاع بوتيرة غير مسبوقة أمام هذا العدوان عموما كل ما تشاهدونه الآن رانيا يجري على محورين أولهما والمحور الأصعب هو شمال غرب قطاع غزة تحديدا إلى الشمال من مخيم الشاطئ هناك ما زالت قوات الاحتلال متواجدة في المنطقة تقصد الأحياء السكانية دون هوادة وبالتالي تقتل مزيد من الأبرياء في محاولة لتأمين طرق للقوات الإسرائيلية والدبابات التي تحاول أن تتقدم في تلك المنطقة وبالتالي تطلق أيضا فوانيس إنارة في محاولة لكشف الميدان بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي هذا فيما يتعلق بمخيم الشاطئ وشماله تحديدا الذي يشهد مواجهات واشتباكات ضارية منذ ثلاث ساعات تحديدا بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي أما المحور الآخر هو الجنوب الشرقي من مدينة غزة تحديدا حي الزيتون هذه المنطقة تتعرض لوابل غير مسبوك من الغارات الإسرائيلية كذلك هناك قصفا مدفعيا مكثفا لا يستثني حتى اللحظة المشفى التركي على الواقع في تلك المنطقة هذا المشفى الذي يأوي نازحين وكذلك فيه مئات المرضى تحديدا من مرضى السرطان على اعتبار أن المشفى هو المكان الوحيد لعلاج مرضى السرطان